لكن ما يثير التصريحين تصريح قطري وتصريح إيراني بينهما أيام قليلة يشتركان في وصف ما يحدث في مصر ويتسابقان في سابقة لم تكن موجودة من قبل في تاريخ العلاقات العربية العربية أو حتى العلاقات العربية الإيرانية إذ نادرا ما تنتقد أي دولة عربية ما يحدث على أراضي دولة أخرى ربما لم يحدث من قبل هل يعني هذا شيء؟ هل في تفسير لي؟ هل نقدر نحط التصريحات القطرية والتصريحات الإيرانية في خط واحد ونتساءل عن محور ربما يتشكل بين دول حليفة؟ معروف أن العلاقات القطرية الإيرانية تتميز بقدر من الدفئة ومعروف أيضا أن هناك تحركات دولية تقودها جماعة الإخوان المسلمين بالأمس كان فيه أو النهاردة كان فيه مؤتمر صحفي في لندن للجنة قانونية من محامين دوليين كلفتهم جماعة الإخوان المسلمين بمقاضاة النظام المصري دوليا على خلفية ما وصفته بجرائم ضد منتسبيها هل نقدر نقول أن في حلف دولي بيتشكل وما هو دور دول الخليجي اللي قطر جزء منها باعتبرها جزء من مجلس التعاون الخليجي في ذلك دخول إيران على الخط كيف يمكن تفسيره؟ جزء من يمكن التحركات لمسلمينة الذي تحركات دول؟ شكرا